السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام لايك وشير وسبسكرايب لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان ينصلكم الجديد واكتبوا لي كومنت حلو عشان ارحب بكم هنعمل اتنين لتر عصير طبيعي طعمه رهيب ببرتقالة ولايمونة وتفاحة والطعم غير طبيعي كمية كبيرة بتلت حاجات يعني اكيد موجودة في درجة التلاجة بسرعة نبدأ نسمي بسم الله ونبدأ الوصف عندي برتقالة وتفاحة ولايمونة هبدأ بمقشرة البطاطس اخد الزست اللي هو الجزء بس الورنج بتاع البرتقال ما نوصلش للابيض لان هو ده اللي بيبقى فيه المرار او اللي عاوز يبشرها بالمبشرة عادي بس مبشرة البطاطس على طول بتطلعها بسريعة وفي نفس الوقت برضو هاخد الزست بتاع الليمون لان انتو عارفين ان الزيوت العطرية كلها بتكون في القشر بس اهم حاجة ما نوصلش للجزء الابيض اهو زي ما انتو شايفين كده اخدت يعني مش لازم ناخدها كلها يعني جزء بس كده عشان يدينا الطعم ويركز لي الطعم والنكهة هنا اصحابي بقى هنتخلص هنقشر البرتقالة والليمونة لازم نتخلص من القشرة البيضة تماما هرويكم ازاي الحين ان شاء الله اللايكات يا جماعة لو سمحتوا اهو شايفين انا نقشر طاق على طبق او على بورد والسكينة تكون حمية اهو شايفين وبتمشي السكينة من اعلى الاسفل وبنتخلص من كل القشور البيضة لان هي دي بيبقى فيها نسبة المرار بعد ما اشرناها اصحابي هنقطع الليمونة والبرتقالة مكعبات واهم حاجة نتخلص من البزور لان البزور لو اتضربت يبقى عليها السلام في العصير العصير هيمرر فاهم حاجة كل البزور اللي في الليمون وفي البرتقال نتخلص منها التفاحة مش بنشيل القشرة ومش لازم تفاح اخضر يعني اي تفاح اصفر احمر المتوفر عندك هشيل البزور برضو اللي في التفاح وقطعت وكله مكعبات وطبعا اختاروا البرتقال اللي هو بيبقى مخصص للعصير لانه بيبقى فيه نسبة مية عالية وبيبقى فيه مزازة شوية هضيف من نص كوب لكوب اللي ربع سكر يعني الزوء بقى التحلية حسب الزوء الشخصي تتعامي وتشوفي الاول احنا هنضيف عليه يعني المكونات اللي معنا دي تدينا تقريبا لو تعصرت لوحدها هتدينا نص لتر هنضيف عليها لتر ونص من الماء يبقى اجمالي العصير الناتج هيدينا اتنين لتر عصير انا بس مش هنضيف كل كمية الماء اضفت نص لتر حاليا وبالهند بلندر او في خلاط العصير هنبدأ شوية شوية عايزة تقديم كلهم مرة واحدة اوكي انا هعملهم على دفعات عشان ما نجهدش المطور زي ما انتو شايفين خفقناهم او ضربناهم هخلط البقائين بنفس الطريقة وانزلهم زي ما انتو شايفين هنا بقى هنضيف بقية المية اللتر ونص هضيفهم كلهم وبعدين هقلب وطعم لو احتاج سكر هضيف سكر محتاجش خلاص يعني التحلية دي بقى يعني فيه ناس بتحب سكر زيادة نص مصبوط نص نص يعني التحلية حسب الزوء الشخصي هنا بعد ما اضفنا المية وضوبنا السكر كويس وزبطنا السكر لازم نصفيه عشان نتخلص احنا عندنا اشور التفاح وخلاص احنا اخدنا الفايدة من الزست بتاع البرتقال والليمون هصفيهم وحطوهم شايفين اعطونا ما شاء الله كمية اتنين لتر عصير هادي لتر والغرشات الصغيرة دي او البوتل الصغيرة دي بتاخد نص لتر يبقى لتر ولتر اتنين لتر شايفين طعمه والله العظيم لونه تحفة طبعا لو انتوا عايزين تركيزه اقل يعني مركز اكتر تقدروا تقللوا نسبة المية يعني دي حرية شخصية طعمه تحفة طبيعي ما فيهوش اي مواد حفظة تقدروا تستبدالوا السكر بالعسل او تستغنوا عنه خالص يعني حسب الزوق الشخصي هتعملو وتتبسطوا علي لايكات وشير السلام عليكم